نحن الآن مخيم طول كرم بعد أن سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس نحن الآن أمام مخيم طول كرم الذي يستمر فيه الاقتحام منذ أكثر من ثلاثين ساعة تشاهدون تمركز لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بدخل هذا المخيم وهناك أيضا دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية كما نشاهد من هنا باتجاه هذا المخيم اقتحام مستمر منذ أكثر من ثلاثين ساعة أسفر حتى هذه اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين في المخيمين في مخيم طول كرم حيثنا تواجد الآن وفي مخيم نور شمس الذي يبعد من هنا واحد كيلو متر تقريبا المزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية ما زالت تصل إلى هذه المنطقة جمال مع استمرار هذا الاقتحام الإسرائيلي الذي تستخدم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي الطائرات المسيرة في القصف على المخيمين على مخيم طول كرم ومخيم نور شمس هذه ناقلات الجند الإسرائيلية التي تنقل جنود من جيش الاحتلال إلى داخل المخيم وتنقل عشرات المعتقلين الفلسطينيين إلى مركز تحقيق ميداني في بناية سكنية قريبة حولتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات أمس إلى مركز تحقيق ميداني العشرات تم احتجازهم في بناية سكنية والتحقيق معهم وبعد ذلك يفرج عن عدد كبير منهم ويطلب منهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم العودة إلى مخيم طول كرم الأوضاع داخل المخيم كما يقول الأهالي في الداخل الذين تواصلنا معهم يقولون إن مخيمهم منكوب جراء عمليات التدمير الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المخيم نشاهد هنا جمال الجرافة العسكرية الإسرائيلية التي تتمركز هنا في هذا المخيم مخيم طول كرم وهي التي دمرت البنية التحتية ومثلها خمس جرافات أخرى تدمر في أماكن لكن أخرى البنية التحتية دمرت بشكل كامل في هذا المخيم مع استمرار تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المنازل في المخيم هذه الجرافة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت البنية التحتية قطعت خطوط المياه والكهرباء اقتلعت الأشجار أيضا من داخل المخيم ومن منخل المخيم وهناك تمركز لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه الجرافة لا يسمحون لأحد بالاقتراب منها وما زارت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز على مدخل هذا المخيم وفي أحيائه تمنع طواقم الإسعاف الفلسطيني من الحركة والتوجه إلى داخل المخيم وتحديدا في المناطق التي تحصل فيها اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين ما زالوا حتى هذه اللحظة يفجرون عبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية المقتحمة لمخيمهم آخر انفجار كان قبل تقريبا عشر دقائق داخل المخيم مع استمرار الاشتباكات المسلحة في أكثر من منطقة قوات الاحتلال عمليا نفذت أطول اقتحام لمخيم طول كرم على غرار ما كان يجري في السابق في مخيم جنين ومخيم نور شمس القريب إلا أنها أيضا اقتحمت منذ ساعات المساء أمس مخيم نور شمس ودمرت المزيد من البنية التحتية المدمرة أصلا في المخيمين الشهداء الستة الذين سقطوا خلال هذا الاقتحام المستمر منذ أكثر من ثلاثين ساعة كانوا خمسة شهداء بالأمس منهم أربعة شهداء نتيجة لقصف بطائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم طول كرم وشهيد برصاص خناص أيضا في مخيم طول كرم واليوم شهيد برصاص خناص في مخيم نور شمس قبل أن تنسحب منه قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعاود مرة أخرى تعزيز قواتها الموجودة في هذه المنطقة على مدخل وداخل أحياء مخيم طول كرم اقتحام يمكن قول الآن نسمع لصوت الانفجار من الجهة المقابلة للمخيم ونشاهد ننقلات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تنطلق من داخل المخيم باتجاه المدينة وتحديدا باتجاه المنطقة التي فيها تم تحويل بناية سكنية لمركز التحقيق الميداني هذا الاقتحام هو الأشد والأعنف لمخيم طول كرم في شمال الضفة الغربية وهو مستمر كما ذكرنا منذ أكثر من ثلاثين ساعة قد يكون هناك داخل المخيم كما يقول الأهالي بدون مبالغة أن معظم المنازل اقتحامها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المخيم ومعظم الأهالي تم التحقيق معهم ميدانيا في هذا المخيم وأطلق صراح معظمهم بعد عمليات تحقيق واسعة معهم هذا ما يجري فيه مخيم طول كرم هو تكرار للسيناريو الذي حصل في مخيم جنين فيها السابق من اعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين احتجازهم في أماكن تحقيق ميدانية يحولها جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد ذلك الإفراج عنهم مع تدمير البنية التحتية وتحويل المخيم إلى مكان غير صالح للعيش للعيش